طب مساكم يا أهل الكويت الطيبين المحبين المتسامحين الحلوين الخفيفين على قلبي اللي أستانس كل يوم أني أنا أنطر هلوقت هذا عشان ألتقي فيكم تشوفوني وأشوفكم حلقة اليوم غير صراحة بقول لكم غير غير شي 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 مثل ما يقولون حلقة اليوم شنو تهدي زوجتك في هالتاريخ هذا تاريخ 10-10-2010 لأن هذا يعتبر يوم تاريخي حتى الحريم ودهم يولدون في هاليوم هذا حتى تسجل 10-10-2010 لكن إحنا صراحة بعد شنسوي عندنا ولادة مستأسرة يا حيل الله لأن حلها مو بيدي ولا بيدك ولا بيدك اللي قاعد طال عيني حلها بيد الحكومة والمجلس وفي ناس ثانية بعدين راح نقول منه اللي أهم مسؤولين لكن خلينا الرد ونقول إذا أزعلت زوجتك هالأيام هذي شلون تفكر وتصالحه يلا شتعطيها شتهدي لها الصراحة 10-10-2010 في واحد يبيعطي زوجته هدية بس طلب أن الهدية هذه أعرضها لشان يعني صالحه عن طريق برنامجي الهدية هذه عادة يعني وردة عادة بوكي ورد شغلات هذه أعطر النينة أعطر على قولتهم لكن هذا أعطاني مثل ما تشوفونها الطقم هذا الجميل على أساس صالح زوجته في 10-10-2010 خليفتحها أنا معاكم وخنشوف هالطقم هذا الجميل اللي جدامكم تشوفونه أسمعتش أنت تقولين الله عقد والثانية شو تقول خنشوف طبعا المرأة يعني حلو أن تستنسب بردة وتستنسب بوكي ولكن خنشوف هذا شنو اللي فيه اللي وصلي يبي صالح زوجته وعرضه في البرنامج الله إن شاء الله طالعوا تبارك الرحمن ما دري يا ريت المخرج يحط لنا عليه مو عليانه على الطقم طقم الألماص طقم الألماص الله شوفوا هالعقد هذا عقد الطماط ما شاء الله تبارك الرحمن طالعوا العقد حلوة يعطيه إياه الزينة شنها كرزاية حبة الكرزاية إن زين مخرجنا نواف لا تروح بعيد خليك معاي وهذه السويرة السويرة اللي تعلقت ما هي راضية تطلع خلط أطلعها السويرة مع الخاتم هذه السويرة معلقة شوفوها شذي نواف نواف المخرج شوفوها الأسوارة أيوة شفتوها هذا الأسوارة وهذا الخاتم شحليلاته خاتم مقلق ما ينشلق ما أدري يمقلقين عدل ما شاء الله حتى الآن هذا والتراجي شحليلاتهم يعني الطقم لو بتشوفونا التراجي والسويرة والخاتم والعقد شرايكم عرفتوا حلقة اليوم عن شنو عرفتوا حلقة اليوم عن شنو خلق مسا حديني بس حلقة اليوم عن ارتفاع الأسعار والطماط اللي وصل إن الزوج إهادي زوجته طبعا حقوق الطب محفوظة بيني وبينكم هذه ما هي فكرتي فكرة أخوي ومرت أخوي أبر برنامجي أمس عليهم وقلهم مشكوري ما قصرته على هالفكرة الجميلة اللي أنا قدمتها في برنامجي ملف ارتفاع الأسعار ما زال ساخن ما بين الحكومة والنواب والضحية منه احنا المواطنين وجشع التجار وصمت اتحاد الجمعيات التعاونية وصمت وزارة التجارة كل ذلك يصب لصالح منه حماية المتنفذين والتجار وزارة التجارة أثبتت عجزة عن واجهة ارتفاع الأسعار الحكي وايد لكن راح تعرفون أكثر وأكثر عن طريق ضيف اليوم ما قصر لبت الدعوة تصريحاته نارية عن ارتفاع الأسعار واجه وزارة التجارة واجه اتحاد الجمعيات راح يوضح لنا كثير من الأمور والقضايا اللي قاعدة تصير من ارتفاع غلاء الأسعار وأبشركم قبل لا أطلع الفاصل طبعا هذا البشارة مو إيجابية البشارة يعني سلبية الخير جدام ياي لكم بعدما صرح وزير التجارة انه يعني جدامنا الحين احنا في غلاء ثاني غير الطماط الخضار يعني جدامنا غلاء الحبوب بس علشان انتم يا مواطني تدكنون لكم شوية تفليسات حق الحبوب بعدين صمتكم وهو معنى موافقتكم على اللي قاعد يصير من ارتفاع الأسعار أختي وأخوي اللي قاعد تشوفوني هالحزة الحين مشاركتكم معناه انكم انتم غير راضين للمشاركة راح تشوفون على الشاشة أرقام جدامكم تشاركوني في حلقة اليوم ارسل حرف ت أو ط على زين المخرج ما اشوف الوطنية وطنية واحد ستة اربعة واحد ستة اربعة خمسة الوطنية على زين تسعة تسعة ستة تسعة سبعة ستة تشاركوني بقى راكم يا أخواني يا أهل الديرة الطيبين ارتفاع الأسعار والغلاء انتم قاعدين تكلمون فيه الحكومة بصوب والمجلس بصوب والانتحاد بصوب والجمعيات التعاونية بصوب فمشاركتكم مع الضيف وأثناء الحديث يريت نسمع أراكم نطلع فاصل ورد لكم مرة ثانية لا تغيرون المحطة لأن الحتي يهمكم يا أهل الديرة رجعنا لكم أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات رحبوا معي بالضيف رياض العتساني رئيس مجلس إدارة جمعية النسهة التعاونية أهلا وسلم فيك خير رياض شكرا ما قصلت لبيت الدعوة وعلى طول ما شاء الله يعني أول ما اتصلت فيك أنا ساعاتي تعب الصراحة بس ما شاء الله عليك هذا دليل ثقة بالنفس ودليل العمل اللي قاعد تعمل واللي قاعد تسوي واثق من نفسه شاهدا نعتساس فيها ومشكورين الله يسلم لك الله يسلم لك خدمة الوطن انت شفت المقدمة انت شفت العقد التقم هذا انت شفت قلت لي أنا أول ما شفت في التلفزيون وانت تعرضينه أنا حسبالي نايلون أنا حسبالي صناعي لكل أمانة صناعي لأنني منسق بطريقة وائد حلوة والفكرة أحلى بعد الفكرة الفكرة أحلى هذا الله يسلمك لا كل شي طري بس إحنا سوينه يمدناه عشان لا يخرخر الماء ودمر لهذا يمدناه حطيناه بالفريزر فشوفه ما زال ما شاء الله فريش وشكل حلو لكنهو طري مو بلاستيك وبعد الاستيديو بارد او الاستيديو بارد ايه صاعد شوية انزين طبعا انت ما عندك نية صالح زوجتك مثلا إذا زعلت منك انت مزوج ريال مزوج مزوج انه بهذا بولا بقصرت بعدين صعبة هذي شايدة ها القلب شايدة قلب الطماط قلب الخضرة ما تسر القلب بعد الفواكه زين خلينا الحين نشوف تقرير مع بعض أنا معاك ولمشاهدين ها ونرجع في حديثنا الساخن في تقرير اخواني واخواتي المشاهدين تشوفوا مع بعض عنا سفعل أسعار ونرجع نتحاور مع ضيفنا آنين المواطنين يكاد يسمع الأموات فما بال الأحياء لا يسمعون هذه الآهات التي يطلقها المواطن جراء ارتفاع الأسعار الرهيب فلا يكاد المواطن أن يستلم راتبه حتى تراه عبس الوج مكتئبا حزينا حين خروجه من الجمعية التعاونية أو مركز تسوق بعد أن أثنى راتبه لشراء حاجيات بيته وأسرته ناهيك إذا صادف مناسبة عيد أو بدأ موسم دراسي فتجد نفسه قائلا الأسعار نار وين وزارة التجارة وين مرطبة الأسعار وين اتحاد الجمعيات وين وزارة الشؤون ولا يجيبه أحد سوى سماع صوت صدى تساؤلاته ويختصر هذا الموضوع البيت الشهير لقد ناديت إذا أسمعت حيا ولا حياة لمن ينادي بخصوص ارتفاع الأسعار طبعاً شغلة ارتفاع الأسعار هذه الشغلة نقدر نتقبلها كمواطنين إذا كانت بنسب يعني تكون متقاربة مثلاً تزيد 2% 3% بين فترة وفترة لأن قيمة العملة نفسها تغير ونحن دام أننا قاعدين نحن دولة ما نحن دولة منتجة بأغلب الأحيان فشي طبيعي أن تزيد الأسعار بنسب متفاوتة يعني 5% سنوياً ليس 7% شي معقول بس لما نتشوف الأسعار مثلاً قبل فترة قبل شهرين اللي ما صار لها سنة وتشوف الأسعار الحين فيه اختلاف كبير على سبيل المثال توني ما أخذ كرتون خيار سعرها 500 فلس قبل بعد العيد على طولة أخذت من 160 فلس يعني نحن اشتار لنا بين العيد وبين الحين الفرق هذا بالكبير شلون يعني أنا خنقول كدولة شلون أسمح بشغلة نفس هذه تصير من 160 فلس لي 500 فلس طبعاً غير عن الناس اللي تستغل الأمور مثل المدارس احتياجات الناس ببعض المناسبات نشوف الصراحة شي يعني ما هو مقبول بالنسبة للناس وفيه ناس مثلاً مدخولهم على قدهم وهم اللي قاعدين يتأثرون من العملية هذه طبعاً كدولة المفروض يكون فيه رقابة أكثر على الناس اللي قاعد الأمور هذه ولو تنكسر شغلة الاحتكار لأننا نحن قاعد نشوف أن الاحتكار هو اللي قاعد يكون العامل الأساسي بزيادة الأسعار ولأنه يتصير تلاعب بالأسعار أنا المورد الوحيد بالبلد فأقدر أحط السعر مثل ما أبي عم نيت منوبولي ما في غيري اللي يبي يبي اللي ما يبي كيفه والله الأسعار قادي طبعاً صح إحنا معاكم الأسعار وايد قادي علينا نبي زاهكم الله خير يعني الناس يعني يقفضون لنا بالأسعار أي والله الطماطقالي عندنا معنا نحن ما نستقدعنا الأسعار هذه لازم نأخذها كل شيء مرتبع يعني كل القطاسية وكل أسعار مرتفع والله ارتفع الأسعار صارت طفرة يعني وايت شبيرة على لنا يعني قبل رمضان كان سعر وبضرف شهر رمضان يمكن ثلاثمين اربعمية فززات كل شيء يعني وبالنسبة حق طبع المواد الغذائية هذا وايد عنه تم فيها حق طبع أخط أطفال يعني بدل ما وديهم أطبة أحاول أشرهم مثلا مواد خذائية فواكجي صراحة الأسعار يعني لا تطاق أطلع من الجمعية أربعين خمسين دينار على يعني صندوقين ثلاثة أربع صناديق من الفواكه المتنوعة والخضروات وهي شكلها السوق احتكار صايرة في شركات معينة محتكرة الأسعار لون ناشد التجارة لون ناشد أي شيء فيبون الأسعار وهم تشذيق والله احنا ما نقدر نحرك الأسعار وهذا هي موجودة ولكم الأختيار إذا رخيص طبعا من المواد للأسف منتهية الصلاحية أو فيها فاسدة نصف فاسد وإذا والله السعر مناسب أو يعني السعر غالي يكون والله هو من الأمور الجيدة أو الأنواع الجيدة هو شيء غداء الأسعار طبعا الشيء صار غير معقول بالكويت هنا خصوصا أن التجار صايرين ماخذين راحتهم أكثر من لازم ولا حسيب ولا رقيب الشيء الثاني إنه ممكن يعني مثل الجمعيات التعاونية وجدت لكي تخفف حق عن العالم الحين بالعكس يعني صاير بعض مرات في أسواق شعبية أو أسواق ثانية هي أكثر من الجمعيات والخصومات اللي قاعد تسويها بإمكان الوزارة التجارة أو الجمعيات أو هذا يعني ممكن تلجأ حق دول قريبة جدا ممكن في منها حل نلقى حل حق الموضوع هذا يعني في ناس وايدي يعني لجؤون حق مناطق قريبة أرخص منتجات كويتية أرخص من الكويت والله بنسبة الغلاس عار مرتفع الخضرة يعني رجال رائع عائلة هطلع الخضرة ألقى الدبل ولحنا المشكة شنو ما احنا عارفين السبب وين هل هو بالتاجر هل هو بالزراعة ما احنا عارف لو نعرف يعني يجي التصريح يقول والله السبب من كذا ولا صاير فيه وباء ولا صاير فيها مرض مثلا بالدول اللي برا صاير فيها شي حسنا عارف وين السبب ما هنا عارفين ارتفعت الخضرة اليوم بو كدر يتبع شيء ثاني حتى الحدي ما ارتفعت ما هو بس الخضرة لاسف كل شيء يرتبع ليش الرتبع هذا ما هنا عارفين يعطيك العافية فيصل غانب المعد قدم لنا تقرير وايد متميز ما قصرت رأيك بهالتقرير قبل لا ندخل بالاسئلة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا التقرير كان ممتاز ورأي مستهلكين يدل على ان هناك ارتفاع بالاسعار نعم الاتفاع بالاسعار يعتبر مصطنع شنو الغلاء المصطنع له زيادة الغير مبررة يعني زيادة الغير معقولة يقع اللوم اول شيء على الجهات الرقابية يعني هناك لجنة تدعى لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات مشكلة من وزارة التجارة وبعض رؤساء الجمعيات ووزارة الشؤون لجنة الاسعار لجنة الاسعار مشكلة من